إلا أنه ما زالت هناك أسرار جديدة للحضارة المصرية بتنكشف إلينا يوم بعد الآخر ده بعد ما توصل علماء الآثار إلى اكتشاف مهم الحقيقة في موقع سقارة واللي عطروا فيه مؤخرا على تابوت للشخص اللي ترقص خزانة الملك رمسيس الثاني وده كان مدفون في حجرة تحت الأرض الاكتشاف الأخير ده بيؤتي ضمن سلسلة من الاكتشافات الآثارية اللي حصلت على مدار الأعوام الماضية وفيها حديث الحقيقة لا ينتهي عن الاكتشافات أو حتى عن الكنوز المخبأة زي ما وصفت وسائل الإعلام وصفت الاكتشافات المصرية الأخيرة خلينا نشوف تفاصيل أكثر عن الجهود المصرية في مجال التنقيب عن الآثار وآخر الاكتشافات اللي تمت من خلال ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو في هذا الصباح الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين صباح الخير على حضرتك الله حضرتك بقى ده من الكلام مصر قديم صباح اللوتس عليك وعلى كل مشاهدين حضرتك صباح اللوتس صبعاً ظهرة مصرية جميلة فريدة أتمنى أن كل المزعين يقولوا صباح اللوتس بلا الصباح الفل والياسمين آه والفل والياسمين زي الفل إنما اللوتس عودة بقى إلى حضرتك إلى البزور فده معني الكلام مصر قديمي بصباح اللوتس عليك ولكل مشاهدينك تانية حاجة طبعاً تحية للقوات المسلحة وتحية للجيش المصري ورحمة الله على الشهداء احنا مناسبة كويسا ودعوة لكل المصرين أرجوكوا زوروا ثلاث أماكن النهار دا أو خلال هذا الشهر زوروا المتحف الحربي في الألع أرجوكوا المتحف الحربي في مجموع من القاعات بتستعرض تاريخ العسكرية المصرية من البداية من يام الملك ميناء موحدة الكترين والناس بتاخدوا الكلمة دي واساس بس كلمة سهلة والله أبداً ميناء ده احنا يعني ننسب الفضل لي حتى الآن بنقول الرحمة الله علي لأنه لولا نواحدة الكترين يمكن مصر ما كانتش مصر دلوقتي فاحنا بناخد كده تتحدث عن الشمال والجنب بالتالي باستعرض تقريبا على العسكرية المصرية أرجوكوا روحوا بأنوراما حرب أكتوبر في صراح سالم هتستعرض تاريخ حرب أكتوبر وتاريخ العسكرية المصرية حتى ثورة 30 يونيا أرجوكوا روحوا ماتحف القوات الجوية في قاعدة ألماظة هتعرفوا تاريخ النصور الجوية اللي بدأت من 1928 ودورها في حرب الاسنزاف ودورها في حرب أكتوبر ننزورهم سواء المتحف الحرب في القلعة أو متحف ألماظة لوكوات الجوية أو بنوراما حرب أكتوبر ثلاث أماكن أرجو كل المصريين يأخذ أولادهم وأحفادهم وأصدقائهم وأرجو من كل مدارس الجماعات أن تنظم رحلات لهذه الأماكن المهمة تاني حاجة يا سيد باسم طبعا أتمنى لأنه مهمة جدا عندنا مهمة ومدور الشهر كامل كمان فيه هيروحنا كلاقوا ناس بترشدهم هلاقوا ثقافات مهمة جدا المتحف كمان بتاع المظل الشباب هي بحلو قوي لأنه بيدخلهم جوه الطيارة يعني بقعد كأنه بيستكينوا طيار بيلبس نفس لبس الطيار وبيعيش رحلة الطيران زي بقوله محاكاة فبالتالي هتبقى رحلة ممتعة جدا 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 كان حاجة احنا في المولد النبوي في كل سنة وحضراتنا كلنا طيبين وبنقولش مسلمين مساحين لأن حلوة المولد اللي هي فعل عروس والحصان وأتمنى أعمل حضرتك عن الموروس الحضاري في الجزئية دي لأن الناس متعرفوش أن الحصان والعروسة دي ممتدة منذ ألاف من يام المصريين وكداما أنفسهم وبالتالي فهني يعني كل سنة مش مش مطبطة ولا فاطمين والحبل قبل فاطمين بكتير وبالتالي كل سنة ومصر كلها طيبة بخير تاني حاجة ومصر كلها بخير آه طبعا امبرح يعني كان حدث فريد ناس تقولك احنا مالنا سفينتي بابو اللي هو الراجل اللي هو السويدي اللي حاصل على جهزة طب ناس كتير جدا ما تعرفش أنه هزر راجل درس مصريات درس حضارة المصرية بدأ أعداد ده كان ليه دور في درس سنتين وكانت شغل سنة 14 سنة زار مصر مع أمه مبهور بالحضارة المصرية وبدأ يروح جامعة أوبسلا في السويب يدرس سنتين حضارة المصرية وكان من ضمن أسباب نجاح بحثه كان الناس بتعتقد أن الجينات ممكن بعد فترة 100 سنة 200 سنة تنتهي راح هو حصل على مجموعة من بقية المميوات من متحف برلين وبدأ أعماله دراسة وكان من أسباب نجاحه في الكشف يعني جازة نوبل أنه هو توصل من المميوات دي أنه ممكن الجينات أو الجين يستمر ألاف السنوات هتقول ليه علاقته بموضوعنا موضوعنا الممي جدا أنا ممكن أستفيد اه انا بلاقي مميوات كتير وممكن في النهار دا هنتكلم 2250 مميو وألف مميو طيب أنا ازاي أستفيد من المميوات دي لأنه عن طريق أعتقد دي أنه إيه والجينات أنا ممكن أعرف بيأكلوا إيه بيشربوا إيه أمراضهم إيه ممكن تسعيدني خاصة أنه فيه في مشروع في مصر مش عارف نسي بتكلمش عليه كتير سنة 25 في مشروع الجين المصري الصيد الرئيس عمله لأنه عشان ما يجيش واحده لكن أصنع فرق أصنع السوين لأ ففي مشروع بيتم أنا بعتبره أتمنى كله أسلام تركز عليه نتكلمنا عليه أكيد ونزلنا مشروع رائع ليه لأنه عشان نيم في أي شبهة لأنه هيجيب الجين المصري من أول وجوده حتى الآن هنشوف الأمراض التطور الجيني وأعتقد أن المشروع علمي رائع فيما بعد يعني بتأكيد هو يسهد الأمراض وبالتالي الحاجات الأشياء هذه كلها مهمة جدا فإحنا كان لنا دور برضو في جائزة نوبر رغم أن دور جير مباشر إنما يعني العلم المصري وعلم الأجيبتولوجي كان لنا دور في هذا المجال حقيقة أن دي معلومة حلوة جدا أننا الجينات الممتدة عبر تاريخ ألاف الأزمانة مازالت موجودة حتى الآن فدي برضو بيهمنا مع كثرة طبعا حتى الثقافات المختلفة والناس اللي هم جم عاشوا في مصر أو الاختلاط مع الأجناس المختلفة ولكن يبقى دايما الجين المصري مازال موجود حتى الآن 72% 72% في نسفة تسعينات جامعة أمريكية يعني ما عرفش بدور خبيث أو بدور جيد ما عرفش جات بدأت تعمل من كل محافظات المصرية وبدأت تقول عشان توت لأنكم بيدعنوا الملك توت مش مصر شوي لأقول لنا 78% من الجينات اللي موجودة الوقتي هي جينات توت 78% مش 72% 78% هي جينات توت وبالتالي كل ملوكنا هم مصريين ولاد مصريين دي نسبة عظيمة جدا يعني بعد ألاف السنين مع كل المحافظات طبعا ما حصلش تغير خالص يعني طب وإحنا بنتحدث عن المصريين القدماء خلينا نركز مع حضرتك أو نروح معاك لآخر كشف آثري بقى موجود وهو فيه سقارة وحضرتك من شوية كنت بتقولي الاسم الصحيح لي صاحب هذا التابوت هو بتاح ام ويا بتاح ام ويا بتاح باسم بتاح دي اسم المعبود اسم الإله اللازل كان يعبد في هذا المكان حضرتك تقولي مين بتاح بتاح دي كان رب الفن والفنانين والصناعية كان هو رئيس نقاب الصناعية وهو مشابه جدا لجازة الأسكر يعني حضرتك ما تشوف تمثال الأسكر طيب كان اللي هو تمثال معبود بتاح وبيسموه رب الخلق فهو يعني حضرتك أرجوك ما تشوفوا الأسكر في تكرى على طول بتاح فهو المنتسب لبتاح يعني زي ما نقول كده عبدالله فهذا الشخصية مهم الناس خدت القبر نوع بسيط نوع مش بسيط ولا زباس ليه لأنه كان يشغل منصب أمي جدا ده رجل كان رئيس الخزانة عامل زي وزير المالية دلوقتي يعني ومش وزير المالية مصر ده كانت مصر في عدر المسيس الثاني تمتلك أمتد بحدودها من الأندول حتى الجندل الرابع في أسيوبيا تمتد من ليبيا اللي هي بكل بلاد المغرب بكل بلاد الشام بكل شي بالجزال العربية بكل العراق وبالتالي كانت مصر يعني مش مصر بقى الامبراطورية المصرية وبالتالي ما نقول وزير الخزانة لذلك كان وزير الخزانة الكاتب المالكي المشرف على المواشي يعني الصروة الزراعية دي أو الصروة الحيانية كانت في مصر شيء يعني مهم جدا والمشرف على القرابين مدام يبقى فيه مواشي يبقى فيه قرابين وبالتالي الراجل خد عدة ألقاب ألقاب هامة إذا لك المقبرة بتاعته مقبرة هامة التابوت حينا نتكلم عن التابوت من الحجر الجرانيتي الواردي ما نقرأ الخبر نفسر الورا إذا نعرف راجل سري ولا مستري أولا شكل المقبرة فيها نقوش أو لا شكل التابوت عليه نقوش ولا لا إيه اللي موجود مش مهم من اللي يعني واسه وإحنا دهب كل الناس بتغير طبرة القصار بالدهب والله هي أبدا القيمة أفنالية قطعة فخار ألاقي كل هاتفخار